السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هقدم ليكم وصفة دجاج مكسيكان او دجاج مكسيكي مناسب للكيتو دايت وقراطاي وكمان للدايت العادي مكونات بسيطة وطعم وجميل جدا ان شاء الله هيعجبكم يلا بينا نعمله مع بعض المكونات معنا عبارة عن ايه؟ معنا هنا نصف فرخة اخدنا السدر وشلنا منه الجلد والعدم وقطعنا مكعبات بالحجم ده ومعنا كمان فلفل الوان نصف ارنفلف الاصفر ونصف ارنفلف الاخدر ونصف ارنفلف الاحمر وقطعنام شرائح رفيع بالشكل ده ومعنا بصلايا بيضة متوسطة انا قطعطاها شرائح رفيع بالشكل ده وكمان طمط ماء كبيرة انا بشرطها بالمبشرة ومعنا كمان هنا علبة مشروم انا فضيتها من المية بتاعتها دي مشروم معلب فضيته من مية بتاعته انقاطف مية عادية وكمان معنا شربة فراخ وسويا سوس ودي المعلومات الغذائية بتاعته مناسب للكيتو دايت وكمان معانا زيت زتون وملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة نشفة يلا بينا بقى نبدأ بالطريقة على طول هنجيب دلوقتي توصى فيها مكعبين من الزبدة ونحط عليهم معلقة زيت زتون الزبدة دي حوالي معلقة زبدة واول ما الزبدة تبدأ ان هي تسيح معانا وتسخن بالشكل ده هنبدأ دلوقتي ان احنا نحط عليها قطع الفراخ طبعا احنا شاولين منها الجلد وكلهم قطعنا مكعبات بالشكل ده وهنبدأ دلوقتي ان احنا نشوح الفراخ لغاية لما لون هيبدأ يتغير معانا هنضيف عليها دلوقتي المشروم هنعمل كده فتحة من النص هنبدأ دلوقتي ان احنا نحط عليها المشروم طبعا المشروم يا جماعة ده مشروم معلب بنجيبه ونخسله كويس وننقعه شوية في مياه عادية علشان المادة الحافظة تروح منه وهنبدأ دلوقتي ان احنا نشوح المشروم بالشكل ده وبعد كده هنبدأ ان احنا نخلطه مع الفراخ ونشوحهم مع بعض وبعد ما شوحنا الفراخ والمشروم مع بعض وبقى تقريبا نص سوى هنجيب دلوقتي طبق وهنشيل عليه الفراخ والمشروم وهنكمل في نفس الطاصة باقي الخطوات في نفس الطاصة هنحط دلوقتي شريح البصل طبعا احلى حاجة في الوصفات دي ان احنا كلها بنعملها في طاصة واحدة فبش بنقطر معانا الموعين ففي نفس الطاصة هنعمل الاكلة كلها هنشوح الوقتي البصلة هنخليها بس التشويحة بسيطة وبعد كده هنحط عليها شريح الفلفل طبعا مش لازم ان انتوا تستعملوا فلفل الوان ممكن اي نوع فلفل عندكم احمر او اخدر او اصفر لحسب المتاح عندكم وهنشوحهم مع بعض كده احنا مش هنساويهم ابدا ننشوحهم بس وهنحط دلوقتي البهرات نص معلها صغيرة كمون ونص معلها صغيرة كسبرة نشفة وكمان رشة فلفل اسود ومعلقى الاربع صغيرة من الملح طبعا البهرات دي البهرات اللي تناسبني ممكن ان انتوا تحطوا اي بهرات انتوا عايزينها ممكن كمان تحطوا البهر المكسيكي بس انا بحب طعم البهرات دي في كل الاكلة فمش بحب ازود عليها هنقلبهم مع بعض بالشكل ده وبعد كده هنرجع تاني نضيف عليهم الفراخ والمشروع علشان يكملوا سوا وزي ما قلتلكم ممكن تحطوا البهر المكسيكي او اي بهر انتوا بتحبوها بس بالنسبة لي مجموعة البهرات دي بتناسبني وبحب طعمها دلوقتي هنجيب الشربة دي حوالي نص كوباية من الشربة هنحط عليها دلوقتي معلقتين كبار من السويا سوس وزي ما قلتلكم ده مناسب للكيتو دايت وهنضيف عليها دلوقتي طماطمية كبيرة انا بشرتها وهنبدأ دلوقتي ان احنا نقلبهم مع بعض ده هيكون السوس بتاع الاكلة ممكن ان انتوا تستغنوا عن الخطوة بتاعت السوس بتاع الطماطم والشربة والسويا سوس وتخلوها بس فراخ وفلفل الوان ومشرم وبهرات هي في كل الاحوال كده بتكون جميلة يعني سواء حطته السوس او ما حطتهش دي حاجة ترجع ليكم وهنقلب المكونات مع بعض كويس كده علشان تختلط بالسوس وهنغط عليها ونسيبها بس على النار حوالي عشر دقايق لغاية لما الفراخ تكمل معانا سوا وبتكون معانا بالشكل ده خلاص هي كده جاهزة نحنا نقدمها طبعا راحتها مش قادر اقول لكم راحتها جميلة جدا وان شاء الله هتعجبك قوي بتكون معانا بالشكل ده يلا بينا بقى نقدمها مع بعض انا هجيب دلوقتي طبق التقديم وهنبدأ دلوقتي ان احنا نحط فيها الفراخ والخضار بالشكل ده وبعد كده بنحط عليها السوس اللي احنا عملناه طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم السوس ده اختياري يعني ممكن تتقدم ناشفة او ممكن يتحط عليها السوس بتاعها وطبعا بيديها الطعم اكتر من رائع وان شاء الله هيعجبك قوي وانا قدمتها بطريقة بسيطة حطيت حواليها كده شريح من اللمون وكمان زي انتهى من فوق كده بورقتين من البقدونس الاكلة دي يا جماعة طعمها جميل جدا وما اخدتش وقت ابدا وان شاء الله هتعجبك ويلا بينا بقى نقول كده بسم الله واندقها مع بعض شايفين الفراخ طرية جدا وجوسي وطعمها اكتر من رائع وان شاء الله هتعجبك وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل دجاج مكسيكانو او دجاج مكسيكي مناسب للكيت ودايت وكرطاي وكمان للدايت العادي اتمنى يكون الفيديو عجبك ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك وشير للفيديو وتعليقاتك الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكمان ان انتو تشتركوا على القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي وبالف هانا وعافية